وننتقل الآن لمتابعة جلسة مجلس الأمن حول آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة كيف يمكن أن نعبر عن هذه الأمور حتى يفهم الناس أن الأسر الفلسطينية هي التي تحتاج للدعم لا القوة النووية لا سلطات الاحتلال كيف سترد إسرائيل على ندائنا للحماية بلوم الضحية إسرائيل بمنأة عن أي لوم هي تقتل الفلسطينيين لأنها تقول أنها مضطرة وكانت دائما مضطرة إن كانت إسرائيل تسرق أراضينا فذلك هو خطأنا إن كانت إسرائيل تقتل أطفالنا فهو خطأنا إن كانت تحتل بلادنا فهو كذلك خطأنا إن كانت بصرد حصار شعبنا فإن الخطأ يعود دائما علينا إسرائيل ترغب في السلام؟ لذلك تبني المستوطنات الإسرائيلية وتدمر المنازل الفلسطينية إسرائيل تريد السلام ولهذا هي بحاجة دائمة للتوسع وأن نعيش نحن في جيوب من الأراضي متى سنقول كفا؟ هل يجب أن ننتظر الجولة المقبلة أو التي بعدها العدوان التالي المستوطنة التالية؟ النزوح القصري للمدنيين في المرة المقبلة؟ متى سنظهر للشعب الفلسطيني أن هناك مسارا آمنا يقودهم إلى الحرية بدلا من أن نفعل كل شيء يقنعهم بالعكس؟ طفل عمره خمسة عشرة عاما في غزة تمكن من البقاء على قيد الحياة برغم حصار يفوقه في العمر كم من الحروب سيضطروا الأطفال للاحتمال من أجل أن يبقوا على قيد الحياة ويعيشون في أمان في أرضهم الأمين العام قال في تقريره حول الأطفال ونزاع المسلح أنه يشعر بالصدمة من عدد الأطفال الذين قتلوا أو شوهوا على يد القوات الإسرائيلية خلال العداءات والضربات الجوية التي تستهدف الأماكن المكتظة بالسكان وعن طريق استخدام الذخيرة الحية والغياب المستمر للمساءلة عن هذه الانتهاكات فقط أسابيع بعد إصدار هذا التقرير وجدنا أنفسنا مرة أخرى أمام نفس التوجهات وهذا الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين وخاصة حياة الأطفال الفلسطينيين بنفس الدرجة من انعدام المساءلة قال الأمين العام كذلك وأقتبس خلال تصعيد العداءات الذي جرى في مايو 2021 كانت هناك ضربات جوية كبيرة قامت بها القوات المسلحة الإسرائيلية وأدت إلى زيادة كبيرة في عدد حالات العنف ضد الأطفال هل سيكرر الوضع نفسه في عام 2022 دون تحسن حقيقي؟ نعتقد أن إدراج إسرائيل على القوائم أمر قد طال انتظار وأن الحد الذي حدده الأمين العام في حد ذاته تم التعدي عليه السيد وينسلينت أوضح لنا الوضع المماثل في فترة قصيرة مكثفة من الزمن ثلاثة أيام وقع فيها عرض من الضحايا ثلاثون من الأطفال السيد الرئيس نعبر عن امتناننا العميق لمصر على جهدها الدقوبة لوضع حد لهذا العدوان ونعبر كذلك عن امتناننا للأمم المتحدة وللممثل الخاص للأمين العام ولقطر ولكل من ساعد على إنهاء هذا العدوان العنيف والبشع ولكن الوضع لا يمكن احتماله أين نذهب من هنا نعلب نتيجة المعادلة نحن الفلسطينيون أكثر من أحد آخر ولكن هناك معادلة أخرى محتملة وممكنة أعمالكم وإجراءاتكم تحددها النتيجة التي تسعون للوصول إليها المجتمع الدولي وهذا المجلس قد حددوا بشكل لا لبس فيه النتيجة التي نطمح إليها وهناك توافق عالمي على الحل